موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومشاهدنا الكرام حياكم الله إلى حديث العاشرة أين البرلمان؟ طوال سنوات الحرب والمواجهة مع ميليشيا الحوثي وما هي الأسباب الجوهرية التي تعطل عمل البرلمان وتعيق دوره وتعمل على إبقائه مشلولا أو مؤديا لأدوار مراسمية وبروتوكولية هامشية بل وتكليفه غالبا بمهام سياسية لصالح هذا الطرف أو ذاك وتدبيج بيانات التأييد والتنديد حسب الطلب حتى وصل الأمر لأن يبدو المجلس منشغلا في صراع بعيد لا علاقة له بالحرب الدائرة ومجريات الصراع في البلاد هل ما زال الشعب يعول على هكذا برلمان؟ مضى على انتخابه أكثر من 14 عاما وما هي السبول الكفيلة بإعادة إحياء دوره وترميم الشروخ داخله والسعادة الثقة به؟ إننا نناقش مثل هذا الموضوع لا من أجل تعميم الاتهامات أو الإدانات أو إثبات وجهة نظر سوداوية وإنما نتساءل ونفتش ونستقصي بحثا عن مكامل القصور والاختلالات بهدف استعادة الدور والحضور والفاعلية إذ تحتاج اليمن في هذه المرحلة الخطرة من تاريخها إلى الوجود الحقيقي الفاعل لكافة مؤسسات الدولة وعلى رأسها مجلس النواب هذا الموضوع سأناقشه مع ضيفي هنا في الأستوديو الأستاذ أحمد عايض الصحفي والمحلل السياسي مرحبا بك أستاذ أحمد يا أهلا وسهلا بكم أهلا وسهلا بك أيضا سيكون معنا عبر الهاتف الشيخ محمد ناصر الحزمي البرلماني اليمني وأيضا الأستاذ مصطفى نصر رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي أبدأ معك أستاذ أحمد عايض لكن قبل أن نبدأ نذهب إلى هذا التقرير ثم نعود فابقوا معنا مع أعلان ستة عشر نائبا من مختلف الكتل النيابية عن تقدمهم بطلب السجواب رئيس الوزراء بشأن انهيال العملة وتدهل الاقتصاد لم تذهب التحليلات كما يحدث في الأوضاع الطبيعية نحو مبررات للسجواب والنتائج التي سيفضي إليها ففي الوضع غير الطبيعي الذي يعيشه مجلس النواب ذاته ذهبت التحليلات والتساؤلات نحو زوايا أخرى بما فيها التساؤل عن واقعية التقدم بطلب السجواب الحكومة من قبل مجلس النواب يقف بجوال الحكومة في قفص الاتهام أمام محكمة الشعب ووفق كتابات ناشطين علقوا على الطلب المستند للائحة الداخلية لمجلس النواب فإن الغضب الشعبي من الأداء الحكومي المخيب للآمال لا يغطي على غضب الشعب من نوابه الذين بحثت أصوات الناس لسنوات وهم يكررون دعوتهم للعودة إلى أرض الوطن ليكونوا بجوال من اختاروهم فاختار أغلبهم البقاء في الخارج مع أولادهم وأهاليهم وفيما تسأل البعض عن مشروعية الحديث عن سحب الثقة من حكومة لم يمنح مجلس النواب الثقة حتى الآن رد آخرون بأن مشروعية مجلس النواب مستمدة من الشعب وأن الحديث عن مشروعية سحب الثقة يصطدم بما تبقى من شرعية للمؤسسات بعيدا عن الجدل الذي أثاره طلب السجواب من حيث التكييف القانوني والكيفية الواقعية تبقى الحقيقة المجمع عليها شعبيا أن أداء الحكومة ومجلس النواب معا في واد ومعاناة الشعب في واد آخر وأنه لن يكون للمطالبات والتحركات معنا حتى يكون المعني بها واقفا على المساحة المحررة من أرض الوطن وإذا كان الغضب الشعبي من الخذان الحكومي قد بلغ حدا غير مسبوق فإن الغضب ذاته محيط بمجلس النواب الذي اكتفى لسبع سنوات بالتمثيل على الشعب بدلا من تمثيله ولن يطفئ نار الغضب إلا أداء فاعل من داخل جغرافيا الوطن ينتصر لآمال الشعب شكرا جزيلا للزملاء على هذا التقرير أستاذ أحمد بداية كيف تقيم أداء البرلمان منذ بداية الحرب مع مليشة الحوثي طبعا المتابع لمجريات الأمور وموقف مجلس النواب من كثير من القضايا السيادية التي تخص الجمهورية اليمنية وغيرها من القضايا السياسية والاقتصادية نجد أن هذه المؤسسة التشريعية الهامة التي يعلق عليها أبناء اليمن آمالا كبيرة نجد أن هذه المؤسسة غائبة شيء كليا عن كل ما يحدث البلد لكنها تظهر فجأة أحيانا في مناسبات ليست ذات جدوى أو أهمية بما يحدث أنا أريد أن أضع تساؤلا وأوجه لرئاسة البرلمان أي هما أكثر أهمية انعقادات لقاءات مجلس الأمن أو لقاءات الاتحاد الأوروبي أو لقاءات وزراء الدفاع أوروبا بكاملها عندما يجتمعون عبر الزوم عبر التقنيات الحديثة الآن مكنت لهذه المؤسسات الدولية العريقة أن تعقد لقاءاتها وأن تخرج بقرارات دولية حاسمة لمعارجة القضايا على مستوى العالم ما الذي يمنع أعضاء مجلس النواب الجمهورية اليمنية أن يتم عقد جلسات مجلس النواب عبر الزوم ومناقشة القضايا ليس أن يكون أسبوعياً وأن يكون كل شهر كل شهرين حتى في السنة مرتين أو ثلاثة فالقضية يمكن أن يعقد جلسات مجلس النواب وكل عظو داخل غرفة نومه في ظل هذه التقنيات الحديثة واجتماع ومناقشة وأعطاء فأن يظل مجلس النواب غائباً بهذه الطريقة وبهذه الكيفية وأن يكون المجلس عبارة عن مسرحاً للصدور بيانات هذا أمر معيب في حق المجلس حقيقة يعني المكان لم يعد مشكلة التي يتعللوا بها بأنه لا يوجد مكان آمن أو لا يوجد مكان مناسب للاجتماع كما قلت بأن تقنيات الاتصال المرئي الآن حلت المشكلة كامل طيب برأيك لماذا عجز البرلمان عن إيقاف كثير من القرارات المخالفة للدستور والقانون وهو يعني صاحب الدستور والقانون الأول في البلاد والسلطة التشريعية طبعاً نحن نعلم بعد الإنقلاب المشؤوم ظل البرلمان تائهاً ومشرداً بين نازح ومهاجر ومقام قسرياً داخل العاصمة الصنعة ولكن حصلت لملة ما للمجلس قبر سنتين تقريباً واستبشر اليمنيون خيراً على أنه ربما أن هذا المجلس سيعقد جلساته الدورية ووعدوا الشعب اليمني بأنه بعد كم كذا شارسه سيعود العضاء إلى سيئون لإجراء مثل هذه الجلسات واتخاذ قرارات كبيرة بما يخصها الشعب اليمني لكن تبين أن كل تلك الوعود وتلك التحركات التي أعلنت عنها رئاسة المجلس لم ينبثق إلا تعيين رئيس للمجلس لا غير الحقيقة الوحيدة لكن تبين فيما بعد أنه ثمت تصدعات داخل هذا المجلس هذه التصدعات تأتي نتيجة البعد والتباعد بين العضاء قضية مبررات لا يوجد مكان آمن أين نعقده وهذه الشماعة التي ظلت رئاسة المجلس وأظن خرج للعيان تسريب ووثيقة تطالب بمبالغ فلكية تطالب الحكومة الشرعية باعتمادها بمبالغ فلكية مخيفة وبدل السفارة وتحت هذه المسميات لكل عضو من مجلس النواب ما تداعي لكل هذه الأموال التي تصرف وكل هذه القضايا السيادية التي ذهبت مصالح البلد وقضاياها الوطنية بمبررات واهية فأظن أن المسؤولية الكبيرة مثل ما الآن أصبحت قضايا 16 عضو يصدروا بيان للمساءلة و25 عضو يصدروا بيان بمطالبة تسليح الجيش الوطني والبقية أين بقيتهم فالقضية تصبح أن المواطن اليمين يشعر بسخرية من هذا الموقف حتى وإن كانت هنا ثمة مواقف وطنية لبعض أعضاء مجلس النواب لكن التساول أين بقيت هؤلاء الأعضاء الذين ينظر الناس إليهم أن هناك أعضاء مواقفهم الوطنية والسياسية مشرفة لكن هذا التفرق يعطي صورة سلبية عن المجلس بشكل عام نعم إذن خلال سنوات الحرب الآن سبع سنوات والجيش والمقاومة وأبناء الشعب يواجهون هذه الميليشيات الحوثية هل هناك دور يذكر يعني نستطيع أن نتحدث عن دور مجلس النواب في مواجهة الميليشيات أيضا؟ حقيقة أنا عندما أتحدث عن دور مجلس النواب خلال هذه الفترة يعني لا هو نعقد مرة واحدة لا غير يعني وأهم قرار صدر عنه وقضية الانتخاب رئاسة مجلس النواب الجديدة التي من بعدها لم نسمع إلا عبارة عن مجموعة بيانات فردية وربما صراع الديكة يعني مثل ما حصل مؤخرا في بعض الأعضاء أصدروا بيان والرئاسة تصدر ببيان ومن هذا القبيل طيب البرلمان مضى على الانتخاب أكثر من 14 عاما وبالتالي هناك الكثير من يتساءل هل تبقى مشروعية لهذا البرلمان؟ منه معروف أن الانتخاب كل 4 أو 5 سنوات طبعا أول برلمان في العالم يدخل موسوعة غنز أظن هو البرلمان اليمني بهذا العمر الفلكي الكبير ثمت بعض السياسيين من يتحدث أن موضوع الأغلبية أو ما أغلبية أو أقلة يعني لم تعد يعني مجددا لأنه لا تستطيع أن كل طرف يعني يقول أنا لدي الأكثرية يعني لو تحسبها هناك كم وفيات وهناك كم يعني من أعضاء هذا المجلس يعني خارج تأييد الشرعية وداخلها أظن أن التوافق الوطني والتوافق على القضايا السياسية داخل هذا المجلس ربما يكون هو الكيفية الأولى للخروج بهذا البلد إلى إلى بر الأمان فاجتماع هذا المجلس بأي صورة من الصور يجتمعوا في هنجر يجتمعوا في قاعة أفراح يجتمعوا عبر الزوم يجتمعوا في أي مكان لا ضير يجب اجتماع بقية أعضاء هذا المجلس الذين يزعمون أنهم يعني برلمانيين لمناقشة كثير من القضايا الوطنية نحن الآن أمام طابور كبير من القضايا الوطنية التي تستحق أن يقف أمامها مجلس النواب بداية بقضية العملة قضية بالقضايا السياسية قضية بتسليح الجيش الوطني قضية بالجزر قضية بكثير من القضايا التي يمكن أن تكون قائمة طويلة من المهام والمسؤولية أمام هذا المجلس إذن دعني أذهب الآن إلى البرلماني الشيخ محمد ناصر الحزمي الشيخ محمد أين البرلمان منذ سبع سنوات من المواجهة مع ميليشيات الحوثي الإنقلابية أولا اسمحوا لي أن أقول أو أن نترحم على الشهداء وأن نسأل الله الشفاء للجرحاء وأن نسأل الله الثبات للمقاومين من جيش وقبائل لهذا المشروع الإيراني الذي يريد أن يجتاح اليمن والجزيرة الحربية نسأل الله لأبطالنا في الميادين الثبات بالنسبة لسؤالكم أين البرلمان منذ سنوات من المواجهة مع ميليشيات الحوثي البرلمان هو إحدى المؤسسات الشرعية وهو مؤسسة منتخبة للأسف أنه حالة الظروف أول شيء أنه عانى من التمزق والشتات الذي أصاب الشعب بأكمله يعني أعضاء مجلس النواب مثلهم مثل غيرهم تم أخذ بيوتهم وتشريدهم وتشردوا في بلدان شتى فكان صعب أن يتجمعوا لوحدهم ولذلك كانت هناك فترة زمنية كبيرة ضلوا في الشتات ثم بعد ذلك تم بمساعدة الإخوة في التحالف الإخوة في المملكة العربية السعودية على رأسها على رأس التحالف وتم اجتمام مجلس النواب وتم انتخاب هيئة جديدة هيئة رأسة جديدة بهدف أنه سحب إدارة مجلس النواب من صنعاء ثم بعد ذلك لا نعرف لماذا لم يكن هناك اجتماع أو لم يكن هناك السماح بالاجتماع حاليخة بعد اجتماع سيئة كأن هناك وسوسة شيطان وشياطين أن البرلمان سيكون ضد طرف ما أو ضد جهة ما ولذلك لم تتحمس الحقيقة لم تتحمس مؤسسات سواء الرئاسة أو يعني الإخوة في التحالف على اجتماع مجلس النواب مجلس النواب انعقاده معنا ذلك كإحياء إحدى مؤسسات الدولة وهو الذي كان الأصل أن يجتمع ليعطي اتقال الحكومة وأن أيضا أن يمارس صلاحياته الدستورية في مراقبة الأداء المؤسسي سواء للحكومة أو لمؤسسات الدولة الأخرى لكنه فعلا لم يقم بذلك للأسباب التي ذكرناها ومع ذلك كان يصدر بيانات والأعضاء بقدر الإمكان يوجه أسئلة ومع ذلك نقول أنها لا تعطى حقها وكأن الحكومة مرتاحة لعدم وجود مجلس النواب كأن المؤسسات الرئاسة أيضا مرتاحة لعدم وجود مجلس النواب لأنه سيكون معبر حقا عن رأي الشعب وعن حاجيات الشعب وإحتياجاته نعم شيخ محمد لكن الجميع يرى بأنكم أيضا مرتاحون في عواصم الشتات يعني كما غيركم من مسؤولي الدولة طيب من المستفيد من تعطيل عمل البرلمان يعني وإبقائه مشلولا وأداءه اقتصر على أداء بروتوكولي هامشي بالنسبة للأسباب تعطل مجلس النواب نحن ذكرناها والكل يعرف أن مجلس النواب أصابهما أصاب مؤسسات الدولة حتى الحكومة مشتتة حتى مؤسسة الرئاسة مشلولة كأن هناك أمر لا بد أن تستمر مؤسسات الدولة ومؤسسات الشرعية في هذا الشلل لكي لا تؤدي دورها المنطبها لاسترداد الدولة واسترداد وحماية الشعب من هذا الذي يحدث له هناك عوامل اجتمعت للأسف الشديد على إحداث شلل في مؤسسات الدولة ومن ضمنها مجلس النواب وهذا ما نتمنى أن يتم تلافي هذه الأسباب ونحن نحب أن أطمن ونطمن إخواننا في التحالف أو في مؤسسة الرئاسة أو في الحكومة أننا كمجلس النواب لن نكون إلا عامل مساعد من أجل خدمة هذا الشعب لن نكون عقبة أمام أي توجه إيجابي سواء في استرداد الدولة أو في إقامة علاقات محترمة ومتبادلة وتراعي مصالح بلادنا مع من ضحوا معنا ومع من وقفوا معنا في استرداد الدولة مجلس النواب الذي يريد أن يضع شروط أو تخوفات عفوا ليس شروط إنما يضع أمام نفسه تخوفات من إنهاء مجلس النواب نقول له هذه تخوفات لا مبررة لها مجلس النواب فيه من العقلاء فيه من الناس الوطنيين ما يكفي لأن يكون عاملا إيجابيا في أول شيء تحقيق مصالحة الشعب اليمني باسترداد دولته المختطفة من قبل مرتزقة إيران ثاني شيء في إقامة علاقات أو توطيد العلاقات وليس إقامة علاقات إنما توطيد العلاقات بيننا وبين دول التحالف التي كانت لنا ومعنا في ميدان استرداد الدولة إذن أنت تتحدث عن توفير ملاخ لإنعقاد المجلس في اليمن أو في الداخل ما الذي يمنع إذن من إنعقاده عبر تقنية الاتصال المرئي وكما تحدث ضيفنا بأن يعني كل العالم يعني منذ بداية جائحة كورونا كان يجتمع عبر تقنية الاتصال المرئي ويتخذ قرارات حتى دولية ما الذي يمنعكم من الاجتماع عبر هذه التقنية الحقيقة سعينا نحن سعينا سواء كنا أفرادا في البرلمان في طرح هذه القضية وهي أن نجتمع عبر الوسائل وسائل التواصل الاجتماعي وهي التي مؤمل بها خلال فترة كورونا وأدت الدور الاستثنائي البعض كان يتعلل بأنها غير قانونية يعني قلنا لهم نحن في حالة مرحلة استثنائية والمرحلة الاستثنائية تجبرنا أن نتخطى بعض النصوص نحن تخطينا نصوص دستورية في مسألة المصالحة تخطينا نصوص دستورية في مسألة توافق مجلس النواب بقراراته من أنجل مصالحة البلد فلماذا لا نتخطى نصوص لائحية نحن فعلناها ونستخدم وسائل التواصل الاجتماعي أظن هناك إن شاء الله اقتناع بذلك وإن شاء الله ستعقد جلسات إذا لم يسمح لمجلس النواب بالإنعقاد أظن أنه سيتجه لهذه الوسيلة المتاحة وهذا أقل ما يمكن وهو أفضل الممكن طيب السؤال الأخير شيخ محمد هناك عدد من أعضاء البرلمان طالبوا باستجواب الحكومة ما مشروعية مطالبة هؤلاء الأعضاء وأنت واحد منهم بهذه المطالبة وأنتم لم تعطوا الحكومة الثقة أصلاً فكيف تطالبونها باستجوابها كلامك يا أخي حقيقي الحكومة هذه لم تنال مشروعية ولذلك هي حكومة غير دستورية أصلاً لأنها لم تنال المشروعية من مجلس النواب وكان هو الأصل أن تنال أتقام مجلس النواب لكن غضينا الطرف عن ذلك قلنا لأن المرحلة استثنائية لأن مجلس النواب لم ينعقب لأن مجلس النواب ظروف حالة دون أن ينعقد ويقوم بدوره لكن هذا الشلل الطويل كان يحتم علينا أننا نقوم ولو بأي عمل نستطيعه نقول نحن كأعظام مجلس النواب نحن نعبر عن حالة الشعب ونحن من يدافع عن حقوق الشعب ويجب أن نشعر ونتألم لما يعانيه شعبنا أرض مجلس النواب ونوجب النص الدستوري هو يمثل الشعب ولا يمثل حزبه أرض مجلس النواب يعبر عن إرادة الشعب الذي انتخبه دائرته الانتخابية الجمهورية اليمنية وليس الدائرة التي انتخبته على مستوى محافظة وعلى مستوى مديرية إنما بمجرد أن صار عبد مجلس النواب هو صار معبرا عن الشعب لذلك هذا الاستجواب نحن سنصر عليه سواء كان الإجراء سواء كان بأن الحكومة أو المجلس ينعقد ويستدعي الحكومة أو سنناقشه عبر تواصل الاجتماعي إلا إذا استطاع أن يرد علينا رئيس مجلس الوزراء وحكومته رد علينا ردا كتابيا يوضح ما يدور وعملوا إجراءات حقيقية لإنقاذ الاقتصاد اليمني فحيث لكل حادث حديث ولسنا مصممين على هذا الإجراء لأن هدفنا هو معالجة الخلال مهدفنا أيضا أن نوصل صوت الشعب إلى مسامع حوله الذين لا يعقلون يعني شيء غير منطقي أن الحكومة تتفرج على شعب يعاني المهجوعا يعني الشعب اليمني اليوم يا أخي يقتل برصاص مرتزقة إيران ويقتل بالجوع الذي وقفت الحكومة عاجزة وأيضا لا تريد أن تبين عجزها فإما أن تكون أهلا لأن تقود على الشعب اقتصاديا وسياسيا وعسكريا وإلا عليها أن ترحل ويؤتى بحكومة أخرى فنحن كأضاء مجلس النواب لن الحق في أن نتخذ أي طريقة مشروعة لاستجواب ومساءلة الحكومة البرلماني يا شيخ محمد ناصر الحزمي كنت معنا عبر الهاتف شكرا جزيلا لك عودة إليك أستاذ أحمد هل من تعليق على ما تحدث به البرلماني الشيخ محمد ناصر هو تحدث عن تخطي مواد دستورية وقانونية لكن لم يستطيعوا أن يعقدوا مجلس أو جلسة في مجلس النواب أيضا يتحدث بأن هناك من أو لم يسمح لهم يعني هل هم بحاجة إلى استئذان أحد هذه المؤسسة التشريعية أو من الذي يمنعهم برأيه طبعا بداية نحن نعلم أن مجلس النواب هو السلطة العليا في البلد هي التي تسائل كل من في هذا البلد من مسؤولين وغيرهم الغريب في الموضوع أنه لمح أن ثمة أطراف ليست لديها الرغبة في إنعقاد مجلس النواب إلى حتى هذه اللحظة لم يصدر عن التحالف أي موقف بمنع إنعقاد المجلس النواب ولم يصدر عن الرئاسة اليمنية إنعقاد مجلس النواب ولم يصدر عن أي مسؤول يمني منع مجلس النواب إذن الكرة في مرمى مجلس النواب وفي رئاسة مجلس النواب تحديدا لماذا لم يتم إنعقاد إذا كانت قضية قضايا مالية وموضوع الأمني فنحن الآن السنة الرابعة دخلنا والسنة الثالثة في جائحة كورونا والعالم كله ينعقد أكبر المؤسسات الدولية والعسكرية والاستخبارات في العالم يتم اجتماعها عبر هذه التقنيات لو هناك خطوة جادا من أعضاء مجلس النواب وتحديدا الرئاسة لو أشعر أعضاء مجلس النواب برسالة عبر الواتس أب سيتم إيقاف راتب أي عضو لن يحضر الجلسة التي تقام عبر الزوم أو أي تقنية مرئية أخرى لن رأيتهم يتسابقون أخي ممكن ألف دولار بمكونات لابتوب وشاب يدير هذه الجساوة وكل شخص بالتليفون الخاص سينعقد مجلس النواب وتتخذ كثير من الإجرات القضية ليست مرتبطة حقيقة لا بوضع أمني ولا بوضع مالي القضية أن النفوس قد شاخت وأن أعضاء مجلس النواب بهذا البعد وهذا الاختراب وهذا الأشتات كما أوضحت أنت لم يعد مجلس النواب أولوية حتى في أن أعضاء مجلس النواب أنفسهم لم يعد يربطهم في مجلس النواب إلا موضوع الراتب الشهري الذي يتقاضونه أو أنه أصبح منطلقا لمجموعة من البيانات التي تصبر لخدمة طرف طرف آخر لغير نعم نحن نرى دائما وكما تحدثت أنت في البداية بأن يأتي بيان باسم أربعة أعضاء مجلس النواب وآخر باسم عشرة حول قضايا مهمة خاصة في البلد يعني لماذا أين الخلل؟ هل في الأعضاء أو في الرئاسة برأيك؟ رئاسة المجلس التي تحرك القوم ولذلك هناك مجموعة في رئاسة مجلس النواب أنا أرى مثل هذه القضايا ربما يتعلل بأن كثير يقول لك التقنية هذه ليست شرعية طب هناك كثير من القضايا انهارت أمام أعينكم ولم يتحدث عن أن هذه ليست شرعية عندما ينعقب الزوم أصبحت غير شرعية لماذا لا يصدر بيان أن يبدأ التحرك من رئاسة مجلس النواب والأعضاء الفاعلين لنبدأ بالقضية الفلانية ويصدر بيان بقية الأعضاء الذين يرفضون المشاركة أو الحضور أو التوقيع بدل أن يصدر بيان بالموقعين يصدر بالبيان بالقائمة بالرافضين لمثلا أعضاء مجلس النواب الذي تم التواصل معهم وتمر أنهم رفضوا دعم تأييد دعم الجيش الوطني وتسريحه مجموعة الأعضاء النواب الذين رفضوا مساءلة الحكومة اليمنية وهكذا تعرية الأعضاء فاللقاء القادي عندما يرى مجلس النواب أن أسمه باتا مشرشحا أمام العالم كله الآن بقية 99% من الشارع اليمني نسوا أسماء أعضاء مجلس النواب لم يعد إلا ربما بعض منتسب الدائرة ربما يحفظون أسماء هؤلاء للناس ولذلك عندما تظهر قائمة ب 16 شخص من يطالبوا بالمساءلة أو 25 عظم من يطالبون بتسريح الجيش الوطني من هم البقية لا يعلمون لكن عندما تخرج القائمة القائمة بالرفض ربما يكون الموقف أكثر إحراجا لهذه القائمة التي تتبرد على أولويات هذا الوطن بسبب هم الذين هم يتقاضم رواتبهم ويكتسبون الشرعية ويكتسبون مكانتهم كأعظم مجلس النواب طيب أين البرلمان أيضا ننتهك سيادة البلد نحن نرى إيرلو يتحرك في صنعاء وكأنه الحاكم الأول في العاصمة صنعاء وتحرك لم نرى مجلس النواب يقوم بأي إجراء أو يعني أي إدانة لهذا الموضوع أو اتخذ أي قرارات تخص يعني خاصة إيرلو وهو يعني عبارة عن يعني مندوب الاحتلال الإيراني في البلد هذه كارثة أن يأتي مستعمر جديد ويدير هذا النشاط الكبير ولم يصدر كما أسلفت عن مجلس النواب أي بيان أو دعا عنك من الإدانات لتحضر مواقف عملية ومخاطبة الدول الأخرى أو تحرك دبلوماسيا أو تحرك يعني مجلس النواب بنظر أي في الدول الأخرى لتتحرك مؤسسات لتتحرك مؤسسات الدولة الشرعية إلى العالم الآخر لتتحرك المشكلة هناك جمود هناك عبارة عن صنمية إنجاز التعبير من هذه المؤسسة لم يعنيها ما يدور في البلد وهذا الأمر الذي يخيف أن يصبح نخبة القوم بهذه العقلية وبهذه التصرف هذا شيء مؤسس أيضا حتى في جلسة مجلس النواب الجلسة اليتيمة التي انعقدت في سيئون قبل قرابة عاما كانوا يتحدثون بموضوع تصنيف الميليشيات الحوثية كجماعة إرهابية وبأنهم سيتخذون قرار بهذا الشان ولم تجد الآن النور لكن سأسمع الإجابة منك بعد هذا الفاصل مشاهدة الكرام فاصل قصير ثم نعود فابقوا معنا طبعا من أغرب غرائب العالم أن تأتي دولة بكامل مؤسساتها التشريعية والقضائية والدستورية لتطالب العالم وتطالب الأشقاء بتصنيف جماعة الحوثيين أنهم جماعة إرهابية في حين أنها لم تتخذ أي خطوة في تصنيف هذه الجماعة بأنها جماعة إرهابية بدأت خطوة أولى قبل عامين في مجلس النواب اليمني وحتى هذه اللحظة نسفت كل الجهود لتصنيف هذه الجماعة كجماعة إرهابية قبل يومين وزير الإعلام يطالب الأمم المتحدة ويطالب الإدارة الأمريكية بأعادة تصنيف الميليشيات الحوثية كجماعة إرهابية ومناشدا للتحالف والأطراف الدولية وحملات إلكترونية وإلى غيرها أخير القضية ابدأ أنت الخطوة الأولى ودعا العالم يلحق بك أما أن نطالب العالم بشيء نحن لم نتحرك به أولا هذا شيء معيب في حق مؤسساتنا التشريعية والقضائية والتنفيذية بشكل عام رئاسة مجلس النواب تتحمل الجرم الأكبر في عملية التدهور الحاصل في مجلس النواب وكل قضايا لأن هي الجهة الرسمية التي تدعو مجلس النواب وهي التي ستحدد القضايا التي ستمناقشتها وهي المسؤولة عن توجيه الدعوات للأعضاء وإلى غيره هذا الرقود ربما ساعة كثير من العضاء مرتاحين للوضع أنا عظم جس النواب أستلم راتبي ولا توجد أي مهم للقيام بها لا الجلسات حضور ولا أي قضايا وطنية ولا تصويت ولا مواقف ولا بيانات ولا أي شيء إذن يعني شيء جنوني إنجاز التعبير بهذا الوضع فالمسألة تتحملها في الأصل رئاسة مجلس النواب ولذلك هذه الرئاسة يعني لن يرحمها التاريخ ولن يرحمها الإعلام في المرحلة القادمة قضية أنها هذه خيانة أنا أقولها بالفم المليان ما يجري الآن من رئاسة مجلس النواب خيانة بحق الجيش الوطني وبحق الشعب اليمني وبحق كل مؤسساتنا الدستورية والقانونية أن يتم انتهاكها وتجاوزها والتطاول عليها ونهب خيراتها وهم لا يتحركون شبرا واحدا التاريخ لن يرحم والإعلام لن يصمت رغم أن هناك كثير من الأصوات التي تكلمت حول هذا الموضوع ولكن للأسف الشديد الصمت صمت القبور هو حديث اللحظة غير مقبول جملة وتفصيلا وأن أتسأل هذه المؤسسة يعني أين ضمائرهم عندما يقولون لهم أن الجيش الوطني الذي يقاتل من أجل أعراضكم ومن أجل بلدكم ومن أجل كرامتكم ومن أجل سيادتكم يمر عليه من 12 شهر و13 شهر بدون راتب راتب الجيش الوطني أب فرد الجيش الوطني الآن 60 ألف ريال أي ما يعادل قيمة كيس طحين نعم راتب المقاتل في الجيش الوطني يساوي الآن قيمة كيس طحين أين أمانتكم أين مسؤوليتكم أين ضمائركم ألا تتحركون يعني أمام هذا هذا على الجانب تطالبون دائما بقضية رواتبكم التي بالعملها الصعبة من سيتحدث باسم هؤلاء الأبطال الذين يصبون دماءهم على كل صخرة وعلى كل ذرة رمل دفاعا عن الجمهورية الوطنية الجمهورية اليمنية وعن أرضها وكرامتها من لهؤلاء القوم إذا مجلس النواف وقف هذا الموقف السلبي فما دور الآخرين طبعا كثير من التقارير والتسريبات خرجت هناك اتهامات كبيرة لرئاسة البنك المركزي في قضية التلاعب خاصة في الوديعة الأولى والثانية والأموال التي هناك كان التلاعب كبير وكان هناك ربما إنجاز التعبير لوبي هناك استفشار كبير بالقيادة الجديدة وأجمل ما في الموضوع أن القرار الجمهوري الذي صدر شكل لجناب بالتحقيق مع نعم والاستعانة بأي محاسبين أو جهات أخرى للتثقيق أنا أؤكد لك أن هناك سستفوح كثير من الأشياء التي ربما لم نكن نعلمها أو لا نريدها حتى أن نسمعها لأننا الشعب تمن على هذه المؤسسة المالية لتعمل على تخفيف وطأة الكارثة التي يعيشها الناس فإذا بها هي التي تشعل الشيء رأيت كيف حصل هناك انهيار يعني متسارع للعملات الأخرى أمام الريال اليمني بشكل فضيع القضية يعني بتؤكد أن ثمة أطراف داخل هذه المؤسسة كانت تلعب لعبة قذرة ضحيتها ملايين من أبناء الشعب اليمني للأسف شكرا بالنسبة للقرارات الأخيرة التي اتخذها الرئيس هادي في بتغيير قيادة وإدارة البنك المركزي وعدد من المناصب في إطار البنك في تصوري أنها خطوة إيجابية في المرحلة الراهنة الأسيما وأن العملة تشهد تدهور مريع وكبير هذه الخطوة جيدة لكن هي خطوة قجئية يفترض أن يتبعها الكثير من الإجراءات للسيطرة على مستوى التضخم والتدهور الكبير في سعر العملة معروف أن القيادة الجديدة سواء المحافظة أو النائب لديهم خبرة كبيرة و إمكانية كبيرة لكن أيضا هم بحاجة إلى دعم من الرئاسة بحاجة إلى دعم من الحكومة و كما أن عليهم مسؤولية إصلاح السياسة النقلية فإن على الحكومة أيضا مسؤولية إصلاح السياسة المالية الأزمة أصبحت خطيرة للغاية وبالتالي لا بد من إصلاحات جدرية في السياسة المالية تتمثل في الوصول إلى أعلى كفاءة في تصدير النفط والغاز وتحسين الوعية الضريبية والإرادية وأيضا تنقية أو تسليم المرتبات للعسكريين والمدنيين عبر البنوك وبطريقة شفافة وغيرها الأستاذ مصطفى نصر رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة عود إليك أستاذ أحمد عايض هل ما زال هذا الشعب يعني 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 لم يستطع أعضاءه حتى انعقاد أو عقد جلسة حقيقة حقيقة فقد الشارع من الأمل لكن ثمت أمل ان تحرك هذا المجلس يعني لأنه أصبحت كل مؤشرات النجاح يعني منعدمة لكن يمكن أن يحدث هذا المجلس في التحريك بعض القضايا الداخلية والخارجية إن صدقت نوايا القائمين عليه ربما نجاح المجلس وتحركه بدوره سيحرك الكثير من مؤسسات الدولة أنت الآن عندما تصدر بيان من قبل 15 عضو مطاربة مساءلة رئيسة الوزراء هذا رغم أن القائمة لـ 15 عضو لغير التناقرة كل وسائل الإعلام ستحتضج هذه ستكون انعكاسها أيضا عند الطرف الآخر سيبدأ في مراجعة تحركاته خطواته فكل موقف من مجلس النواب سيتحرك أظن أنه سيحدث حركة أخرى ممثلة عند الأطراف الأخرى وهذا ربما يعيد بعض الأمل للشارع اليمني طيب إذن ما السبل الكفيلة بعادة إحياء دور البرلمان وإنعاش روحها وترميم الشروخ أيضا الموجودة داخلها الجميع يعرف أن هناك شروخ موجودة وبالتالي أثرت على عدم انعقاده طبعا على عظام مجلس النواب الخروج من دائرة المصلحة الشخصية ودائرة الاهتمام بالذات والاهتمام بالمشروع الشخصي والعودة إلى المشروع الذي اعتمنكم ملايين أبناء اليمن تفرغوا لهذا المجلس عام واحد تفرغوا للمجلس ستة أشهر لغير وناقشوا القضايا السيادية والهام لهذا البلد حتى يشعر العالم أن ما زال لدينا دولة أو ما زال لدينا سلطة أو ما زال لدينا مؤسسة تشريعية ربما تتحدث ببعض القضايا الهامة في هذا البلد الذي أصبح كل شيء مدمر فيه أيضا ما هي المتاحات والإمكانات والفعل لتأثير البرلمان يعني ما الذي سيؤثر فيه في حال تحرك هذا البرلمان طبعا سيؤثر كثير في داخل إذا لو رأينا أن رئيس الوزراء بالفعل صدرت بحقه إدانات أو تكسير لدعوة لإقالته ودعوة لتشكيل حكومة قادمة كل من سيأتي سيعرف أنه مسؤول ومسائل أمام هذا الشعب وأمام هذه المؤسسة التشريعية سيستغل ويكون رجلا بدل أن تنعقد جلسات الحكومة بهذه الصورة الهزلية والتي لا يتم مناقشة إلا القضايا السطحية وربما على المصائل والمشائل والقضايا التي تهتم بقضية النواحي المالية وغيرها على الأقل لماذا لا يكلف مجلس النواب لجان لجان لبعض هذه القضايا إذا لم يستطع الانعقد بشكل كامل هل يكلف لجان من الأعضاء بحيث يتابعون هذه القضايا لا يمكن أن تتشكل أي لجنة ما لم تتحرك رئاسة مجلس النواب رئاسة مجلس النواب هي التي تقوم بتشكيل هذه اللجان رئاسة مجلس النواب سلطان البركاني والشدادي والبقية وجباري وما صره وغيره هذه القائمة هي المسؤولة أمام الله أولا وأمام الشعب ثانيا هؤلاء الفريق هم المسؤولين عن هؤلاء عن بقية أعضاء مجلس النواب والتهمها الأولى والنظرها الأولى والمسائلها الأولى أمام الشعب وأمام الله وأمام الجمهورية وأمام الثورة ستكون على هذه القائمة الأولى ثم ستلحق البقية هل سيكون هؤلاء الأربعة ستترك البلد تدمر والاقتصاد يفتت بسبب هؤلاء الأربعة الأشخاص ما الذي بإمكان أعضاء مجلس النواب مثلا فعله إذا لن تتحرك هؤلاء الأربعة الأشخاص أمامهم الكثير لماذا إذا رأوا أن ثمت قصور أو ثمت تلاعب أو ثمت عدم رغبة واهتمام من رئاسة المجلس ليتناقش أعضاء مجلس النواب فيما بينهم والبين كما تحدث الآن حاليا وليكونوا معهم قروب عبر الواتس أب ثم يصدر بيان عن هؤلاء الموقعين ويتكلموا عنها من الذي نحن كشعب ونحن كإعلامين وكصحفيين وكمراقبين نريد أن نعرف من هو الذي يتلاعب الآن بقرارة مجلس النواب هل هو الرئيس مجلس النواب؟ هل الفريق الذي معه؟ هل هو معظم مجلس النواب؟ من الذي يوقف الآن في هذه اللحظة وقد رفعت كل الحواجز المالية والأمنية لإنعقاد هذا المجلس يجب أن يخرج المجلس النواب حتى لو لم يخرج لنا إلا عشر أشخاص وكاشفوا الشعب اليوم بحقيقة ما الذي يجري ومن الذي يتلاعب الصحفي والمحلل السياسي أحمد عيض شكرا جزيلا لك على ما تفضلت به في هذه الحلقة شكرا جزيلا لكم أيضا شكرا أيضا موصل لكم مشاهدين الكرام على كرام المتابعة نلقاكم في حلقة جديدة من حديث العاشرة دمتم ودم الوطن بألف خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة